كشف المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان أن 71% من سكان قطاع غزة يعانون من مستويات حادة من الجوى وذكر المرصد أن معدل حصول المياه يبلغ 1.5 لتر فقط للشخص الواحد يوميا في قطاع غزة كما دع المرصد إلى إجراء تحقيق دولي محايد وعاجل في تصفية الجيش الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين بعد اعتقالهم من مناطق متفرقة من قطاع غزة مشيرا إلى تطابق شهادات جمعها مع ما كشفته صحيفة هارتس بشأن جرائم إعدام ميداني نفذت بحق معتقالين